أعلن حزب العمل الإسرائيلي اعتزامه التقدم مقترح لصحب الثقة من الحكومة برئاسة بنيمين تنياهو يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية في إسرائيل بسبب خلافات حول عدد من القضايا من بينها استمرار الحرب في قطع غزة أزمة كبيرة تعيشها الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيمين تنياهو وذلك بسبب السماح لشحنة أدوية موجهة للمحتجزين في غزة بالدخول إلى القطاع دون فحصها أولا من قبل السلطات الأمنية الإسرائيلية وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الانقسام داخل ائتلاف الحكومي وسائل علام إسرائيلية كشفت أن نتنياهو أقصى وزير الدفاع الإسرائيلي واف جالنت عن اتصالات إدخال الدواء إلى قطاع غزة حتى يتجنب اعتراضه على الصفقة وأوضحت الإزاعة الإسرائيلية أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد وصف الأنباء عن إقصاء جالنت عن القرارات الأمنية بأنها تؤكد أن إسرائيل تفتقد لرئيس وزراء كفء فيما طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنغافير باحتلال غزة وشن هجوم على لبنان وأعلن حزب العمل الإسرائيلي اعتزامه تقديم مقترح لصحب الثقة من الحكومة بسبب عجزها عن استعادة الرهائن كما أصدر حزب معسكر الدولة بياناً هجم في سلوك نتنياهو ومحاولته إنقاذ مستقبله السياسي على حساب إسرائيل كما وقعت مشد كلمية وصراخ بين وزراء إسرائيليين بعد أن قرر رئيس الأركان الإسرائيلي الأخير تشكيل لجنة للتحقيق في الأخفاقات التي حدثت في السابع من أكتوبر ما أدى إلى توتر شديد في اجتماع مجلس الوزراء المصغر الكابنت وأثار جدلاً بين الوزراء خلافات متصاعدة بين بعض كبار المسؤولين في إسرائيل تكشف حالة التخبط التي تعيشها إسرائيل في الوقت الرهن خاصة في ظل عدم تحقيق الحرب على غزة أهدفها المعلنة حتى الآن في ظل فقدان التعاطف الدولي مع إسرائيل بسبب جرائمها وعدوانها الغشيم على قطاع غزة